بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي اليوم ان شاء الله رح نتكلم عن موضوع بعنوان الكلب يلحث مثل ما تلاحظون صورة لجنين كلب عمره 36 يوما وبعد مراقبة العلماء وجدوا انه يلهث وهو في بطن امة بعد ايام قليلة فقط من تكونا لقد انعم الله علينا بنعمة الجلد حيث يحوي جلد الانسان فتحات خاصة للتعرق وتنظيم حرارة الجسد والحماية من الجراثيم ولكن الله حرم الكلب من هذه النعمة فلا يوجد على جلده الا القليل من الفتحات ولذلك فانه يلهث باستمرار لتنظيم حرارة جسده هذه المعلومات لم يكن احد يعلمها زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولكن القرآن ذكرها لنا في مثال جميل جدا يؤكد فيه ان الذي ينسلخ عن ايات الله ويبتعد عنها مثل الذي ينسلخ من جلده فيصبح كالكلب لا بد ان يلهث يقول تبارك وتعالى فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث سورة العراف آية 176 والله اعلم صراحة من قل لا سبحان الله والله اعلم شكرا للمشاهدة